تنتهي أولى محطات استحقاق الرئاسية في ليبيا لتبدأ إحدى أهمها نحو تسعين مترشحاً توقفت عندهم إحصائية مفوضية الانتخابات وفق الملفات المدعة لديها وإذ أضحت الكرة الآن في مرمى الجهات القضائية المختصة ضمن عملية البت في هوية المترشحين المقبولين في السباق الانتخابي من المرفوضين فإن معطاية عدة تبرز كعوامل مؤثرة على العملية الانتخابية ككل بغض النظر عن الجدل الحاصل حول ترشح شخصيات تبدي كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا رفضها لها تتجه الأنظار نحو مصير مترشحين بارزين تشوب ترشحهم عوائق وموانع قانونية طالما شكلت هواجس بالنسبة إليهم في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا الذي منفك ينتقد قانون الانتخابات المفصل على مقاس شخصيات بعينها وفق تأكيده وهو القانون الذي يعيق قبول ملفه كما يذهب إلى ذلك مراقبون ويتعزز الطرح هذا بتقلص احتمال إقرار تعديلات عليه لكن آراء أخرى تذهب إلى وجود ثغرة قانونية في صالح دبيبا في الجهة المقابلة لا يواجه كل من سيف الإسلام القذافي وخليف حفطر الرفض الشعبية ودعوات المدعي العام العسكرية إلى إبطال ترشحهما فحسب فالمترشحان يقفان أمام معضلة المتابعة القضائية بحقهما ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المعمول بها في قبول ملفات الترشح 12 يوما ستمر فيها ملفات المترشحين على غربال التحقيق والتدقيق بما في ذلك مرحلة الطعون والفصل فيها على أن تنشر بعدها القائمة النهائية للمترشحين الذين سيتنفسون رسميا على منصب رئيس البلاد محطة تاريخية يولي لها المجتمع الدولي أهمية بالغة وفق خارطة الطريق الدعيمة لاستقرار ليبيا أما محاولات عرقلة ذلك فلا رد لها سوى تسليط عقوبة على أصحابها ترهن ذات الأطراف خارطة الطريق الدعيمة